السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد ما زالت تثير الجدل في تونس بخصوص آخر ظهور لها نهار 13 شؤوت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية اليوم نلقى هستيريا جنونية يدخل فيها رفيق عبد السلام القيادة في حركة النهضة ويكتب أكثر من تدوينها على ظهور زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد البرح وخاصة الكلمة والخطاب الي قدلت بيه قدام ثلة من النساء على رأسهم رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن وكننا حكينا فيه أكثر من مناسبة على مضمون الكلمة متاحها الي حكيت فيها على الدستور اللي تقول بأنه هو يضمن حقوق النساء واللي تحكي فيها على حقوق المرأة وغيرها اليوم فما بعض الأطراف في تونس قاعدة تصداد في الميه العكرة عليش نقول في الميه العكرة لأنه كيف يسيبوا اللب وأصل الموضوع فمانهوا يتلهي وفي حاجات تفهيت واخذ عبالاتهن يكمن السؤال به كلمة زوجة رئيس الجمهورية وزيارتها البارح واحتفالها بعيد المرأة عادي جدا كان ما يعجبش حركة النهضة ولا عبد السلام ولا الغنوشي ولا جوهر بن بارك حاجة نورمالة على الأخر هما خصوم سياسيين وبالتالي معناهم مش بش يعجبهم ولكن شنوه المشعادي المشعادي هو أنه ديما أحنا في تونس للأسف الشديد في العشرة سنين اللي فاتت على مستوى المعارضة كنت معارضة ضعيفة وفاشلة وما عندهش ما تقدمش بديل وما تقدمش حلول فقط معارضة هدامة ديويل الفترة الكلرة واللي نحكي عليها معناها عشرة سنين وإحنا جايين المعارضة دي كهي كان اللي في الحكم فإنه يغطي ويدافع واللي في المعارضة كيك تقشقي شحناك وخزع باليت فارغة وهديري فارغة عليش نحكي اليوم نحكي على تدوينة جديدة لرفيقة عبد السلام على زوجة الرئيس شنوه يكتب يقول قيس سعيد مهبة مرته تتبختر بشعرها الممشوق الأصفر على السجد الأحمر وهي تلبس آخر تقليعات الموضة البريسية ومحاطة بالوزراء وكتاب الدولة وكبار المسهولين بين الظفرين وقد أصبح نشاط الحرم المصون يغطى في الصفحة الرسمية للرئيسة وتنقله القناة الرسمية عن الهواء مباشرة هوني الحقيقة بخليف إنه هو تلهي بالتفاهات وحكي على اللباس متاحها معناها لبستها كيفاش من شانيل وكيفاش قيمتها خمسين ألف دينار وكيفه معناها الشركة متاحها من شانيل كيف كيف والخوا هي لبست وهي عملت الحقيقة أتون نجيكم أتون نجيكم للكلمة ذية أتون نحكيوا عليه إما قبل الساعة معنا كيف شفت التدوينة هذية أدخل ديريكتما للصفحة متع رئيسة الجمهورية ما فهمش ومش صحيح إنه الباج متع رئيسة الجمهورية برتجيت النشاط متاع البرح هو تبرتجه في صفحة رئيسة الحكومة مش رئيسة الجمهورية اللي تغطي أنشطة الرئيس رئيسة الحكومة وخطر هزيدا رئيسة الحكومة هي اللي أشرفت على الاحتفال هذية وبالتالي صفحة رئيسة الحكومة غطات النشاط متع رئيسة الحكومة هي بيتها ومتع المرأة اللي فيها ثلّة من الوزراء وزيرة المرأة وثقافة وغيرها نونك هو نشاط حكومي لا غبرة عليه زوجة الرئيس ما هيش حاجة معناه ما فهمش هالخوف وإلا وإلا هالخزعبلات الكل هذي عليش ما فهم حتى داعي زيد عليهم إنه ما فهمش في رئيسة الجمهورية وتنجموا تدخلوا الناس الكل لرئيسة الجمهورية وما كمش بيش تلقى وعلى أقل للوقت اللي إنا نسجل فيه توا توا كي دخلت دونك ما فهمش منها حكيت إنه برتاجت يعني رئيسة الجمهورية النشاط اللي حضرت فيها زوجة الرئيسة البيرح به نجي وتوا لبقية التدوينة بتاع عبد السلين يقول أما قيمة مقتنياتها ما بين الملبوس والمحمول يعني يقصد بين الملبوس الانسامبل اللي لابسته المحمول الساك فهي تقدر بما لا يقل عن أربعمية مليون بالتمام والكمال بشي الراجل يحسب الانسامبل بقديه والشركة بقديه والساك بقديه والصبات بقديه وحسبهم يلقاهم أربعمية مليون به لحقيقة نحب نعلقوني على حاجة ويسر كسروا الناروسنا بيهم في أي وقت ورني أنا ضد لحكي ذي تصير على أي حد كان زوجة الرئيس ولا مش زوجة الرئيس ولا حتى زوجة قيدي في النهضة ولا اللي هو إذا كان عبد ما ممدش إيديه للمال العام ويسرق وهز يأما يلبس ولا يشري ولا يكسب ولا اللي هو من المال العام إن حاسبوه هذا كمال للشعب التونسي وحتى حد ما يمد يده ويهزمن إذا كان مالها الخاص فهي حرة تلبس بربعمائة مليون تلبس بمنارش قديش هي حرة وغيرها حر زادة كيف كيف إذا كان هذا من حر مالها هذه حاجة ثالث حاجة الله أعلم يجيوا أربعمائة مليون ولا لا أنا الحقيقة ما حسبتش البيرح هو قال على الانسامب خمسين مليون ما نعرشت هو اليوم سبحه أربعمائة مليون كيفيش أربعمائة مليون الله أعلم لا علينا في القيمة هذه ثالث حاجة هو أنه زوجة الرئيس عادي جدا أنها تكون إليغانت وتكون مضخمة وتكون مزيينة وتكون لبسة بالجداء وتنور تونس وتنور إنسة تونس وبالعكس لو كان يمكن تظهر في مظهر غير رئيق طوى ناكلوها حشيش وريش وكيفيش زوجة الرئيس وكيفيش ظهرت بالمنظر هذيك وباللبسة هذيك وووو إلى غير ذيك لأنك أحنا ناس ما يعجبنيش العجب المعارضة جست بش تكسر الطرف المقابل لأكثر ولا أقل ونطل هاي وفي معناها تقشقيش حنيك ولبسة انسامبل ولبسة ثبات ولبسة شركة ولبسة مش عارفها شنوها ونبدأوا نجريه هكا بالليز أبليكاسيون ونشوفه بقديش هذي وقديش الشركة وقديش الواحد ونبدأوا نحسبه وهذي مع هذي مع هذي ونطلب قديش لبسة وكأنه هي سرقت يعني هذتها من الخزينة معناها همتعة الدولة بريمو حكاية فرغة حكاية فرغة بأتم معنى الكلمة يزيد يقول عبد السلام وقبل ذلك يخرج عمر الفاروق الناسيكو الزاهد ويقول كلمة نعت خايب برشا على رئيس الجمهورية قيس السعيد بين ظفرين ليطالب التونسيين المفقرين والمبهذلين في عهده السعيد بين ظفرين بترميم المدارس وتجهيزها وبعد هذا كله يتحدث أصدقافنا عن الرئيس الصادق النظيف إلى غير ذلك من العبارات يعني النائية انتي ومرتك والمدارس والزيو من الدجال على التوينس إلى غير ذلك به لا علي لحقيقة يسر نحن نكبش في الحكاية الفارغة وهكي كالمعارضة تبدو ديما تلقت في حكاية الفارغة كتب تدوينة أخرى رفيق عبد السلام على الحرقة كيفش الشباب توا يحرق وكأنه في عهد النهضة ما فميش حرقة وما كانوش يحرقوا لعبات يقولك لو كنت فمي حرقة أما توا أكثر وإلى غير ذلك وإلى غير ذلك ويوعد فيهم هاويوهم فيهم هاوط العشنية إذن لحقيقة المعارضة ما هيش بناء وش